بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله هنتكلم على اول شابطر في الاتصالات واول شابطر بيكون عبارة عن جزء نظري والنظري بيبقى عبارة عن شوية مسميات هنتكلم فيها على اتصالات بصفة عامة فهمنا يعني ايه المنهج ده احنا بنتكلم عليه فاول حاجة بيكلمني على كلمة communication كلمة communication يعني الاتصالات فبيقول لي ان الاتصالات دي عبارة عن transfer of the information from one place to another يبقى انا لما نقل معلومة من مكان الى مكان اخر يبقى دي معناها كلمة اتصالات طيب نظام الاتصالات عبارة عن ايه بس طبعا بيقول لي ان هو should be effective reliable and secure يعني لازم تكون الاشارة بتاعتي او المعلومة بتاعتي دي تكون موثوق فيها وتكون لازات اعتمادية وتكون كمان مؤمنة وطبعا الcommunication system يبقى ده تعريف الاتصالات نفسها والكلام ده مكتوب بالعربي تحت طيب بالنسبة للcommunication system ايه هو الcommunication system الcommunication system عبارة عن component عبارة عن مكونات وsub system تمام بيشتغلوا او بيعملوا act together to a لانجاز نقل المعلومة يبقى والله انا عبارة عن دايرة الالكترونية حكونها وعبارة عن sub system ليه sub system يا بشواندس لان نظام الاتصالات ليه اكتر من جزء وحنتكلم عليهم قدام اللي هو مكونات نظام الاتصالات يبقى احنا والله كده عرفنا الاتصالات وعرفنا نظام الاتصالات تمام بعد كده بيقول لي requirement ايه هي المتطلبات اللي انا عايزها من نظام الاتصالات يعني انا لما اجي اعمل نظام الاتصالات انا محتاج منه ايه تمام او محتاج ايه اعده علشان ابني نظام الاتصالات فوالله هي عبارة عن rate of information transfer عشان كده طبعا لما بنيجي نتكلم علي ايه نظام زي نظام الانترنت بنتكلم علي ايه والله بنقول ان السرعة مثلا كم ميجا بايت ما هي ديه معناه ايه كم ميجا بايت بر ساكند انا حنقل المعلومة مقدار المعلومة اللي حيتنقل في الثانية كلمة destination مقصود بي اللي هو المرغوب في الارسال له تمام يبقى ايه هي كمية المعلومة اللي انا حرسلها معامل الوقت تمام يبقى ده مكتوب عندي اهو رقم واحد معدل نقل المعلومات وهي كمية المعلومات التي يجب نقلها من المصدر الى المستقبل وتكون بناء على من المكونات المادية للنظام والتقنية المستخدمة ومن خلالها ومن خلال المتاح نقوم بتصميم وبناء النظام احنا بالنسبة للrate of information بيعتب عبارة عن ايه اقولنا كمية المعلومات طيب بناء على ايه طب ما انا عايز يا باش مهندس اعمل كمية معلومات كتير انا الاكبر قدر في الثانية لا يا باش مهندس مش بالطريقة اللي احنا بنتكلم بيها دي مش اللي انت عايزه هنقدر نعمله لا ده في حاجات متاحة ايه هي الحاجات المتاحة دي قالك الفيزيكل يعني المكونات الملموسة اللي هي المكونات نفسها اللي هي عبارة عن مثلا اي سي او الترانزيستور وهكذا وكمان مين التكنيك التقنية نفسها عشان كها تسمع في حاجة يسمعها تو جي و سري جي و فور جي فدي تقنيات تقنيات بتنقل كم معين من مين من المعلوم البيارتي of the signal received يعني نقاء الاشارة طب ما انا ماينفعش ان انا اتكلمك دلوقتي وانت متسمعنيش انا بكلمك دلوقتي ما ده نظام الصلاة انا اتكلمت وانت سمعتني طب لو انا اتكلمت وانت ما سمعتنيش بنقاء الكلمة ما وصلتش يبقى والله كده النظام مالوش لازمة يبقى كلمة يعني نقاء المعلومة يبقى لازم الاشارة اللي انا استقبلها اللي انت تسمعني دلوقتي فتسمع نفس الصوت اللي انا ارسلته طيب بعد كده يعني سهولة النظام يعني ايه سهولة النظام سهولة النظام من ناحية من ناحية الدائرة اللي انا بكونها يعني ما عملش دائرة معقدة جدا انا والله مش عارف اتصرف فيها ولا عارف اعملها ديزاين اصلا ولا عارف اركبها غير كده سهولة الاستخدام لازم يكون نظام الاتصالات ممكن ان انا اقدر ان انا استخدمه فبيقولك ان بساطة النظام يجب ان يكون اي نظام الاتصالات مناسبا حتى يكون فعالا ومؤسرا وسهل لاستخدام طيب الريليابلتي كلمة ريليابلتي يعني اعتمادية يعني اعتمادية بمعنى ان يكون النظام ده موثوق فيه يعني موثوق فيه يا بش مهندس يعني انا لما اجي ارسل معلومة لازم توصلها دولوقتي احنا مثلا لو بنتكلم على زوم او بنتكلم على اليوتيوب ليه انا استخدمت زوم او استخدمت اليوتيوب والله لان المعلومة يا بش مهندس انا عارف ان هي هتوصل يبقى النظام ده زيت ايه زيت اموثوقية او زيت اعتمادية خلاص ان انا اكون كيوزر اليوزر must be able to depend on the communication system لازم يكون له قدرة على الاعتماد على نفس النظام ان انا والله حرسل المعلومة دي والمعلومة فعلا هتوصلها خلاص هتوصلك بدون ايه بدون خطأ ما هو قال لك اهو ان هي توصل بدون خطأ وزوت error or was an acceptable error لان ما فيش حاجة اسمها حاجة مية في المية والله بس نسبة خطأ تكون ايه نسبة خطأ تكون مقبولة فاي نظام اتصالات بتلاقي دايما يقولك نسبة نقاء مثلا النظام 99 و 3 من 10 99 و 1 من 10 وهكذا فحسب النظام ده والله ان انا مقبول طب فيه انظمة تانية اقل يا باشواندس اه مثلا زي نظام اللاسلكي والله انظام اللاسلكي بتلاقي فيه ان المعلومة او الصوت فيه تشويش كتير الصوت مش فيه اعتمادية قوي لا بس هو بيخدم هو على قد كل حاجة على قد استخدامها بس المهمة فانت تلاقيك لما بتتكلم في اللاسلكي لأ بتدي اوامر بتدي معلومات معينة بتنادي بطريقة معينة بحيث اللي قدامي يفهم المعلومة بدون تكلفة اكتر في النظام هنا ده اللي كنت بكلمكو عليه ده دولة السب سيستم يعني دولة كلهم طبعا فيه بعض الكتب بتقول ان الكلام ده مش موجود يعني بتقول اي نظام اتصالات عبارة عن 3 سب سيستم ايه هما يا باشواندس عبارة عن Retransmitter اللي هو المرسل وعبارة عن وعبارة عن دولة ال التلاتة الاساسيين اللي هما النظام نفسه اللي هو ال اللي هو والله يا باشواندس انا دلوقت دخلت اشارة انا بكلمك دلوقت صوت صوتي ده عبارة عن ايه والله الصوتك ده باش مهندس عبارة عن تضاغوطات وتخلخلات في جزئيات الهواء طيب الامبوت ترانس ديوسر بيعمل في ايه اللي هو المايكروفون اللي موجود عندي في التليفون او موجود عندي في جهاز الكمبيوتر المايكروفون بيعمل ايه باش مهندس جهاز المايكروفون ده عبارة عن امبوت ترانس ديوسر بياخد التضاغط والتخلخل بتاع الفويس ويحولوا الى اشارة مين الى اشارة كهربية الى اشارة ايه كهربية بالفولت عشان يقدر السيستم يعرفها فده عبارة عن محول للدخل بياخد الامبوت بتاعك طب ممكن يكون الامبوت بتاعك حاجة تانية اه يا بش مهندس ممكن يكون الامبوت بتاعك اي داتا زي ما احنا مثلا بنتكلم على مثلا الواتس بياخد صوت ماهو ديجدال بس بياخد صوت وبياخد صورة وبياخد كتابة من الكيبورد فاكتر من امبوت عادي ممكن ان انا ادمجهم بان انا حولهم كلهم الى صيغة واحدة بحيث لما يجوا يدخلوا على الكلمة ترانسيميتر يعني المرسل طيب المرسل ده بيعمل ايه يا بش مهندس المرسل ده بيعمل اتنين فانكشن عملية حاجة اسمها الموديليشن اللي هو التعديل وحاجة اسمها كودينج اللي هو الترميز دولة الاساسيين يا بش مهندس طيب وممكن يعمل ايه ممكن يعمل عملية امبلفكيشن اللي هو التكبير وممكن يعمل عملية فلتر بس الاساسيين هو مين هو والله بيعمل موديليشن اللي هي عملية تعديله وحنتكلم عليه وعملية الكودينج يبقى ده وظيفة مين يبقى ده حول الاشارة خد الاشارة دي وهيأها بحيث تكون مناسبة للمين مناسبة للشانل العبارة عن الوسط النقل ايا كان مبين الترانسيميتر والريسيفر في وسط نقل ايه هو الوسط النقل ايا كان والله هوا والله سلك والله فايبر ايا كان الوسط النقل ده وده عبارة عن مين المستقبل اللي بستقبل للاشارة طب المستقبل ده بعمل ايه بعمل عكس العمليات ده والله ده بعمل ده بعمل يعني تعديل ده بعمل ده اللي هو ازالة التعديل طب ده بعمل يعني بعمل ازالة الترميز يبقى الترانسيميتر ده هيألي المعلومة اللي عندي بحيث تكون مناسبة للشانل طيب ولما جيست تقبلها هنا راح جاي شاي للتعديل اللي عمله للترانسيميتر عشان يطلع لي الانفورميشن طب هيتطلع لي الانفورميشن ايه باش مهندس هيتطلعها لي كهربية زي ما دخلت له طب وانت عايز تسمعها فولت ولا عايز تسمعها صوت او عايز تسمعها صوت فيجي هنا على محول مين محول الخارج وحول الفولتية دي الى مين الى صوت مرة اخرى عشان انت عايز تسمعني صوت يبقى ده نزام الاتصالات يا باش مهندس طب وايه كلمة النويز دي كلمة النويز دي يعني دوضاء الدوضاء دي بتحصل ايه الدوضاء دي بيحصل حاجات على السيجنل بتاعتي اثناء عملية لترانسيميشن تمام بنخلل الدوضاء ايه يا الدوضاء ممكن يحصل انترفيرنس ممكن يحصل ديستورشن اللي هو تشوف الاشارة او ممكن يحصل اللي هو محلال للاشارة دولة كلهم بيحصلوا على سناء عملية مين عملية النقل طب ليهم حل يا باش مهندس ليهم حل في الديزاين بتاع النظام طب هنا ممكن ان انا اعمل معالجة لا يا باش مهندس يبقى البروسيسنج بيحصل فين البروسيسنج بيحصل هنا يعني المعالجات بتحصل هنا والمعالجات بتحصل هنا طيب هنا بيحصل البروسيسنج لا يا باش مهندس هنا والله ان انا اختار ترانسيميشن طبعا ده كلمة ترانسيميشن ميديا اللي هو الوسط الناقل الوسط الناقل ده اننا نختاره مماثل زي ما احنا كنا بنستخدم مثلا في التليفونات زمان كنا بنستخدم مثلا التوبير اللي هو السلك الاتنين نحاسي ده طب دلوقتي قلبناه فايبر فعلشان كده السرعة زاد والأيرور قل وحاجات كتيرة خالص تحسن زي الانترنت حصائية المكالمات وهكذا تمام يبقى انا استخدام التقنية بتستخدمها هنا وبنستخدمها هنا طب هنا لا انا مفيش عندي خيار الا ان استخدم موسط ناقل مناسب للسيستم حسب المتاح لان في اماكن مثلا انا معرفش من ديفو فايبر فما نفعش اوصل ما بين لترانسيميتر والرسيفر فايبر او مسافة طويلة وهكذا تمام يبقى اي نظام اتصالات بيتكون من ايه الحاجات التلاتة الاساسيين ترانسيميتر تشانل رسيفر طيب هنزود اكتر يبقى هنقول انبوت ترانسيديوسر او دبوت ترانسيديوسر طب النويز او موجودة في اي نظام اتصالات نويز لان ما فيش حاجة اسمها ايه سيستم او نظام 100% فبيحصل النويز دي بتيجي فين في الاشارة بتيجي اسناء عملية النقل يبقى والله الاشارة بتاعتى تكون شكلها كده وتيجي النويز بتاعتي تكون ايه تزود للاشارة ياما بالسلب ياما بالنخصان تضاف على الاشارة بالشكل ده طب النويز دي اسبابها ايه هنتكلم عليها برضو طيب بعد كده الكلام اللي احنا قلناه ده كله بيكون مكتوب بس يقولك الميكروفون لما بياخد الصوت ويحولهولي الى اشارة ايه كهربية تمام طيب لترانسيميتر بيعمل ايه بيعمل بروسسينج او بروسس بيعمل معالجة اللي هي تكون مناسبة لمن يعني بيخليلي الانبوت سيجنال دي مناسبة ان هي تمشيلي في مين في الترانسيميتر عن طريق ان هو يعملها ايه معالجة طيب بيعمل عملتين اساسين او يا بشواندس اللي هو مين اللي هو التعديل اللي هو الموديليشن واللي هو الكودينج اللي هو مين اللي هو الترميز وممكن يعمل عمال تاني او هي الامبليفيكيشن اللي هو التكبير يكبر اشارة او عملية ايه الفلترة اللي هو يعمل فيلترينج اللي هو ايه التنقية للاشارة تمام طيب التشانيل او الترانسيميشن ميديم اللي هي القناة دي بنسميها القناة او بنسميها الوسط الايه الناقل بيقولك اميديم هو وسط ذات بريدج ذات ديستانس فروم سورس دو دستينيشن هو المسافة اللي مين الحاجة اللي بتوصل او بتعمل بريدج ككبري ما بين السورس اللي هو مصدر المعلومة والدستينيشن اللي هو المستقبل اللي انا عايز له يوصل له المعلوم طيب ممكن يكون عبارة عن ايه عن الفريس بيس اللي هو الاتموسفير اللي هو الجو او الكو اكسيال الكو اكسيال ده زي سلك الديش اللي هو فيه شيلد كده وفيه سلك جوه ده الكو اكسيال كابل او مين الفايبر اوبتيكس اللي هو مين اللي هو الالياف الضوئية طيب بيقولي ان السيجنل بيحصل لها اندر جوز ديجريديشن يعني بيحصل لها ايه تقليل من من الجودة بتاعتها بسبب مين بسبب النيز اللي هو الضوضاء اللي احنا اتكلمنا عليها الضوضاء والانترفيرنس والديستورشن اللي هو التداخل والتشوه وهنتكلم على كل حاجة لوحدها طيب اللي هو نظام النقل ده وده اهم حاجة من اهم الحاجات في نظام الاتصالات يعني مهندس لترانسيميشن ده خلاص اصلا انا ممكن يكون عندي الراديو يعني انا ممكن يكون عندي دائرة الترانسيميتر وعندي دائرة الراسيفر اما الترانسيميشن ميديا ده لو مش موجود او الترانسيميشن سيستم ده والله ده كده كل النظام مش هيحصل نقل يبقى انا عندي برج الاتصالات برج الاتصالات ده لو مش مربوط بالسنترال والله الكلام ده ما يكونش لأي لازمة برج الاتصالات مالوش لأي لازمة نقطة منتهية يبقى الترانسيميشن انجينير ده من اهم الحاجات او اهم التخصصات اللي موجودة الترانسميشن سيستم كان بي افاليويت يعني انا ممكن اقيمه التقييم بناء عن ايه اكورتينج دو فايف مينت في الخمس حاجات الكباسيتي اللي هي الساعة وكلمة الساعة يعني ايه انا عندي دلوقتي كابل الكابل ده بياخد مدى الدين من الى لما ايجا اقول لك مثلا من الف الى خمس تلاف كيلو هيرتز مثلا يبقى والله الكباسيتي بتاعة السلك ده بيشيل اربعة ايه اربعة كيلو هيرتز ده بنسميه الباندويتز بنسميه الباندويتز اللي هو عرض النطاق وده من اهم الحاجات طب ما انا ممكن اعمله يا بشوانت لا ما كل حاجة لها ديزاين علشان كده الفايبر من اكبر ايه الحاجات اللي بتشيل كباستي علشان كده هو مهم جدا النهارده المسافة انا ممكن اعمل كابل ديش مثلا يمشي لي كم متر والله لو البناية كبيرة شوية ممكن يمشي مثلا تلاتين اربعين خمسين متر طب لو زدنا عن كده هيحصل لصس مش هينفع طب كابل الفايبر لو والله لازم احط ريبيتر لازم احط محطة في النص تتكبر للاشارة تاني يعني مش كل سلك يا بشوانت اه ممكن يكون طول السلك هو اللي عمل مشكلة في مين المسافة اللي احنا بيقطعها ماينفعش اوصل عليها الكابل ده فلو انا عايز اوصل حاجة زي الدش مثلا لو والله لو المسافة بتاعتي اكتر من خمسين متر هيحصل ايه هيحصل لصس طب البرفورمانس اللي هو الايه الاداء الاداء بتاعه يعني السلك السلامة بتاعت السلك خلاص فانا ممكن ايلاقي السلك مثلا فيه تانية كده او كابل فايبر فيه ضغطة كده فانا تلاقي الاداء بتاعه هيسيء السيكوريتي الامان هل ان انا ممكن اخد المعلومة منه او اخترقه يعني ممكن اعمل تجسس من خلاله يعني اخد معلومة او اخد وصلة منه او ولا لا الكوست اللي هو التكلفة طب الكوست عبارة عن ايه الكوست بيكون عبارة عن الانستيليشن اللي هو التركيب والاوبريشن اللي هو العمل نفسه تشغيل بتاعه وكمان ليه الصيانة فانا مبصش لنظام اتصالات وقول ان هو مكلف علشان مثلا الانستيليشن اللي هو التركيب بتاعه غالي لا مش مشكلة سعره المهم بعد كده هل العمل بتاعه هيقدي كباست بتاعته عالية هل ان العمل بتاعه هيكون المنتنس بتاعه عالي ولا مفيش اصلا صيانة لا انا محتاجي اغير الكابل كله فالكلام ده كله ايه دي كلها حطها في الحسباني وبادلة الخمس حاجات ان انا ممكن اقايب من خلالهم لترانسيميشن ايه لترانسيميشن سيست طيب بعد كيه بيكلمني بيقول لي والله الريtt �enl دي او الي احنا تكلمنا عليها دي بتكون عبارة عن ايام تكون line ايام تكون free space طيب الline الline بمعنى والله ان انا هيكون عند الترانسيميتر بتاعي كده وهيكون عند الريسيفر كده لو الي واصل مبينهم ده من النقطة دي للنقطة دي line metallic cable خلاص زي مين زي coaxial cable او twisted bear او barrel wire او other او fiber optics لو انا وصلتوهم كده بعيد الهوى يعني فيه لينك دخل هنا والخرج هنا والله ده يا باش مهندس ده حيكون ايه line conducted media طب الفريس بيس اللي هو مين يبقى ده السلك الفريس بيس اللي هو الهوى لو انا حق اخلي الاشارة بتاعتي تمشي في الهوى بدون سلك بدون وصلة ما بين ترانسي متر والرسيفر فانا هيكون عندي انتنا كده وعندي انتنا كده والله ده ترانسيمتر وده الريسيفر هم هيوصلوا مع بعض ما فيش فيه في الفريس بيس زي كده والله ده حيكون عبارة عن ايه يا باش مهندس ده اللي احنا قولنا على يه اللي هيكون الفريس بيس او predετε ميديا اللي هو بدون ايه بدون سلك يبقى الاشارة بتمشي في الجو عبارة عن ايه عن موجات كهرومغناطيسية يعني ايه موجات كهرومغناطيسية باش مهندس موجات كهرومغناطيسية دي يعني بيكون فيه مجال كهربي وفيه مجال مغناطيسي وفيه اتجاه الانتشار كلهم متعمدين على بعض بالشكل ده فبيكون عندي مجال كهربي وعندي مجال مغناطيسي وعندي ده اتجاه الانتشار بتاع السجنال بالزبط زي الشكل ايديا كده بالشكل اللي قدامنا ده تمام؟ بيكون اتجاه الكهربي متعمد على المجال المغناطيسي وهما الاتنين متعمدين على مين؟ على اتجاه الانتشار بالشكل ده ده الموجات الكهرمانصية وبتمشي في الجو بايه؟ بسرعة الضوء اللي هي 3 في 10 قس كام؟ قس 8 يبقى الموجات الكهرمانصية بتمشي في الجو بسرعة الضوء بـ 3 في 10 قس 8 قالك زمين والله انت عندك الراديو الـ A-M والـ F-M الراديو السيارة او المايكرويف او الساتلايت اللي هو مين؟ اللي هو او كلمة طبعا كلمة مايكرويف هنتكلم عليها دلوقتي باستفادة برضو هقولك لي احنا سميناها مايكرويف تمام؟ زي الازاعة او التلفزيون او كمان الـ A-Dish بتاعنا طيب بعد كده بيقولك مايقولنا مفيش حاجة باش مهندس عبارة عن اشارة بتوصل 100% والله دي في المعامل فقط لا غير تمام؟ طب اللوسز بتحصل من ايه؟ قالك يبقى فيه حاجة بيحصل كلمة يعني توهين او اضمحلال يعني والله الاشارة بتاعتي بتبدأ كده اهي وبعدين بعد مسافة ايه يحصل لها ايه؟ اللي هو بتاعها او القوة بتاعتها تبدأ يحصل لها ايه؟ اضمحلال بالشكل ده بسبب المسافة انا بكلمك مثلا في غرفة انت هتسمعني بعديها بمتر باتنين طب لو انت بعدت شوية عشرة متر مش هتسمعني طب ايه اللي حصل؟ صوتي كان وانت جنبي بالشكل ده بعد كده كل ما انت تبعد كل ما صوتي هيبدأ القوة بتاعته تقل فوالله مش هتوصلك الايه؟ الصوت طب الديستورشن كلمة ديستورشن يعني تشوه يعني تشوه من الاشارة نفسها والله انا باقي اولد الاشارة في الترانسيميتر فتطلع للاشارة بالشكل ده هي المفروض تبقى سين ويف زي كده مثلا فتيجي هنا تروح جيه يحصل لها خلق فهنا حصل ايه؟ حصل تستورشن او اشارتين يدخلوا على بعض منين؟ من المصدر نفسه من الاشارة نفسها and add noise او بنضيف لها ايه؟ ده اوضاء زي ما اقولتلكو والله بيبقى الاشارة بتاعته كده وبعدين يدخل عليها مين؟ يدخل عليها noise بالشكل ده وطبعا ده كله بيتعتمد على type of the transformation media وكمان الكمبونت بتاعتي حسب النظام بتاعي بقول لي there is normally no signal processing in the transmission media انا قلتلك قبل كده احنا قلتنا الترانسيميتر بيحصل في عملية بايه؟ processing طيب الريسيفر بيحصل عملية processing معالجة طيب هنا ما بينهم في التشانيل او في الترانسيميشن ميديا لا no processing ما بيحصلش معالجة هنا فعلشان كده انا ما قدرش هتخلص انا ممكن احط فلتر هنا ممكن احط amplifier هنا ممكن هنا نفس الكلام طب هنا اعرف احط يا باش مهندس حاجة لا هنا ما نفعش نحط حاجة طيب بيكلمني على الريسيفر قلنا كلمة الريسيفر يعني المستقبل اللي هيستقبل الاشارة طب وظيفته ايه اللي هيستقبل الاشارة قالك to extract the desired signal يبقى ليه لاستخراج الاشارة او المعلومة المرغوب بها يبقى بيعمل extract the desired signal للاشارة الايه المرغوب بيقموها انا دلوقتي انا انا كريسيفر انا حطت انتنة مثلا زي كده بس تقبل ايه بس تقبل signal كتير خالص كل اي حد بيبس اي حاجة في الجو هي موجودة عندي هن عند المين عند الانتنة بتاعتي اللي هو الهوائي اللي موجودة زي طبق الديش او زي الاريا اللي موجودة في السيارة دي كلها انتنة اللي هو الهوائي بتاعي الهوائي هيستقبل كل الاشارة طب وظيفة الريسيفر ده ايه بقى ياخد الاشارة اللي هو عايزها انا دلوقتي لو فيه راديو في السيارة انا عايز اشغل قناة الFM الFM بتشتغل كاميا بشوانس والله مثلا بتشتغل على 88 ميجا هيرتز الى 108 ميجا هيرتز مثلا فانا هنا وصلني ترددات كتير خالص ده عشان يطلع لاشارة مين الFM بروتكاست يبقى ده وظيفة مين وظيفة الريسيفر عن طريق عملية ايه انا عقولنا عن طريق عملية الديمودليشن والايه والديكودينج اللي هو ازالة التعديل وكمان ازالة الايه الترميز طيب وممكن يعمل وظيفة تانية اللي هو التكبير وكمان الفلترة اللي هي التنقيل للاشارة تمام طب الاوت والترانسديوسر اللي هي السماعة دلوقتي انا كلمتك انت وصلتك الاشارة لحد ما وصلتك كهرباء طب انت هتسمعها انت عايز تسمعها صوت يبقى هتطر ان انا حط تاني اللي هي السماعة علشان ايه علشان تقدر ان هي تحول الكهرباء الى مين الى صوت يبقى بتحولها الى حاجة المربوب فيها او اللي انت عايز تسمعها طب لو افرد انا انا دلوقتي بكلم كمبيوتر لو الله بشواندس هايجي في بدل ما يحول الاشارة هيحول الى الى لان الكمبيوتر مش عايز يسمع صوت لا ده هو عايز يسمع باين